من أعماق الروح تحيا أحرفها بالحب نديا نسجيها همسة ضياء لسارين أعز هدية آية ذكر رتناها ومضة مشكات نبوية حكمة رأي جلسة شورة في بوستان نصحب هي يا سكان الدار هلوم هذه دردشة أسرية هذه دردشة أسرية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دردشة أسرية تلتقي بكم في هذا الثلاثاء وتتمنى لكم حلقة سعيدة بإذن الله تعالى وجهنا خطابنا في الأسبوع الماضي للأبناء وكان عنوان حلقتنا ماذا نريد من أولادنا ماذا نريد منك يا ولدي وذكرنا جملة من القضايا والنصائح التي يحتاجها أبناؤنا في مسيرتهم التربوية في داخل البيت في هذه الحلقة نرجع إلى الأساس إلى الأصل إليك أنت أيها الأب وإليك أنت أيها الأم ما هو واجبكما في البيت كيف نستطيع أن نقوم بهذا الواجب ما هي الكتب التي تعيننا بإذن الله تعالى على أداء مهمتنا التربوية في داخل بيوتنا كيف نستطيع أن نضبط هؤلاء الأبناء في داخل البيت وأن نجعلهم منسجمين متحابين متوادين نتجنب كثير من الأشكاليات التي رأيناها في الأسبوع الماضي من التكاسل عن الصلاة أو الواجبات أو غيرها كيف يمكن أن نتجنبها من خلال ما سنسمعه بإذن الله تعالى في هذه الحلقة أتمنى من الجميع أن يحذروا أيضا ورقة وقلما من أجل كتابة جملة من الكتب التي سيتفضل بها مشايخنا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء والتي تنفعنا في تربيتنا لأولادنا ورحبوا معكم بإخواني الكريمين والشيخين الفاضلين الدكتور عبد العز المقبل والشيخ عبد الرحمن القرعاوي في دردشة أسرية نحن الليلة في مع الآباء والأمهات فماذا سنقول لهم وماذا سنقدم لهم لنتجاوز كثير من هذه الإشكالات التي ذكرناها سابقا أنا أحبب أؤكد في البداية إن أي عاقل لو اشترى أدنى جهاز أصغر جهاز أبسط جهاز سواء كان حاسب وله حتى مكنسة هو محتاج إلى كتالوج هذا الكتالوج يستطيع من خلاله أن يتعامل مع هذا الجهاز كثير من الناس عندما يشتري ثلاجة أو يشتري فورن أو شي جديد يسأل كيف نستخدمه ماذا نعمل فيه هالمعود دفتر كيفية التشغيل وهؤلاء أبناء هنا أنا ألاحظ أكثر الأسئلة تجي عن الأبناء لا أقول كلها لكن أكثر الأسئلة تجي في فترة ما بين 14 إلى 17 يعني فترة البلوغ فترة الولادة الثانية إن صح التعبير أين أنتم قبل ذلك؟ أين أنتم؟ أنا كنت أقول للأهل هذا تراكم يعني مثل الإنسان اللي جالس يضرب له شيء حجر مئة مرة وانكسر في المية لا يعني أنه انكسر في المية هو أثرت عليه هذه الضربات صحيح فالتربية الطريق هذا أوصل إلى هذا المستوى ولهذا ابن القيم رحمه الله لهم العبارة المشهورة وإنما فسادوا كثير من الأبناء من قبل والديهم وهذا واقع نحن في هذه الليلة نريد أن نكون لدينا نوع من المصارحة لبعضنا وهذا الكلام ليس موجهم فقط لإخوة والأخوات موجهم لنا نحن أيضا بالدرجة الأولى فنحن آباء ولدينا أسار ونعاني مثل ما تعانون لكننا ينبغى أن نضع حدا وأن نضع حاجز أمام كثير من التصرفات التي أحيانا بإمكاننا تغييرها إلى الأحسن والأفضل وبطريقة سهلة ويسيرة من خلال ما سنتحدث عنه إن شاء الله في هذه الليلة أنا أقول أن الأب أو الأم إذا وجه اللوم كامل الإبن أو ابنت فهو قد يعني اتخذ أسهل السبل وهو نضع الإبن والبنت شمعه يعلق عليه أخطاءه وأخطاء ابني وابنته إذا لم يقتنع الأب ولم تقتنع الأم أنهما شركاء في التصحيح لن نقول شركاء في الخطأ الواقع شركاء في التصحيح وعليه من يقوم بدور واجب فلن يصحح الإبن والبنت الوضع ولهذا تصوروا عفوا الآن لو جاء اتصال لأحد أولياء الأمور اتصال تلفوني من جهة أمنية وقال له أنت لديك تحقيق بعد ساعة أو في الصباح الباكر لن ينام الليلة صحيح لن ينام لأنه ما السبب هل أنا فعلت خطأ تكلمت في مجلس بكلام كان غير لائق أو نحو ذلك هذا هو الشعور وانطباع أي إنسان فكيف إذا كنا نحن سنقف بين يدي الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رأيتي فالأب راعن ومسؤول عن رأيته والأم راعية ومسؤولة عن رأيتها يعني غدا في أرض المحشر نحن سنقف بين يدي الله عز وجل دعنا من كلام التربويين والنفسانيين وغيرهم دعنا من هذا الكلام مع أهميته إلا أن كلام الله وكلام رسوله يحثنا على الاعتناء بهذا الأمر أنت غدا سوف تسأل لا بد أن تعد جوابا هنا حتى تقف بين يدي الله وأنت خفيف الحمل ولست موزرا بأشياء كثيرة لكن هنا أنا في ظني أنه نستطيع أن نقول أو يفهم من كلامك يا دكتور أنه الأساس الأول هو أن نسوي التربة يعني لن تخرج عندنا أشجار جميلة ومثمرة حتى تكون التربة خصبه جيدة وقد سويناها صحيح هنا نخرج الأمر الثاني أو ما يمكن نقول أنه تسوية التربة في ظنيا نقسم إلى أمرين الأمر الأول هو التثقف بالوسائل التربوية والأمر الثاني هو التقاسم الإداري يعني ما الذي يجب على الأب وما الذي يجب على الأم هل الأم هي المسؤولة وهل الأب هو المسؤول هل الأم مسؤولة في وقت الطفولة والأب مسؤول وقت الكبار هل الأم مسؤول عن البنات والأب مسؤول عن الأبناء هذا أمر مهم لأنه متى ما اختلف الزوجان أو الأبو وال والدان في الدور يعني كل واحد مثلا دخل على دور الآخر بدأنا نخلق مشكلات تؤثر على أبناء لكن هذه لا تحصل يا أخي ما لم يكن هناك نعمل الاستقرار الداخلي ما لم يكن هناك بيئة منزلية مؤهلة للقيام بهذا الدور أنا دائما أقول للآباء والأمهات يعني فيه ثلاثة جوارب مهمة ينبغي لكل واحد منهم أن ينتبه لها في علاقتهم مع الآخر أقصد في علاقتهما لتربية أولادهما تعلما تعاونا تفاهما ما لم يحصل هذا الأمر وهو التعاون فيما بينهم على القضايا على إدارة المنزل ليس فقط في أموره المالية ولا واجبات مدرسية في كل شيء من شؤون المنزل وأيضا قضية أخرى وهي التفاهم أن يحصل بينهما نعمل التفاهم على حياتهما هذا التفاهم قطعا الذي يظهر من الأب والأم سوف يورث نعمل الاستقرار الداخلي لديهما والسعادة الداخلية اللي تنتقل للأبناء والقضية الثالثة هي قضية التعلم فنحن ما نجهله أكثر مما نعلمه فتجد أن الزوجها الآن تتزوج وفجأة وإذا بها حامل ويأتي المولود الأول ويكبر ويصل إلى سنة سنتين وهي لا تملك أي ثقافة لتأهيل هذا الابن مع أنه لدينا كتب كثيرة جدا تعتني بهذه المرحلة وتؤهل الأم ترى لو كان عند هذه الأم مثلا كتاب أمهات المرة الأولى لصفاء العظمة أو غيرهم الكتب لتحدث عن هذه المرحلة ستجد أن لديها معلومات كبيرة ستستفيد منها في المولود الأول والثاني والثالث والعاشر بعد ذلك إذن قضية التعلم قضية أنه لن نبدأ حياة تربوية جيدة وأساليب تربوية صحيحة ما لم نربي نحن أنفسنا كمربين ما لم نتأهل ونأذكر الحقيقة أحد الأخوة سألت بكل صراحة وكان دائما يستشير ويسأل عن بعض الكتب قلت له مرة هل أنت تغيرت فعلا؟ هل بعد قراءتك لهذه الكتب انقلب أمرك رأسا على العقب؟ قال بلا شك أصبحت لأن خطواتي محسوبة أعرف ماذا سأقول لهذا الابن وماذا سأقول لهذا الابن أيضا كيف تعامل مع الولد وتعامل مع الفتاة وهكذا إرث ثقافي كبير محرومين من هنا وأيضا يا شيخ الفجوة بين ثقافة الابن والأب هذه تتطلب أن الأب يغير لا ينقل نفس التربية التي تلقاها من أبيه وأمه التربية الناجحة ينقلها لأبنائه وبناته لأنها اختلفت الآن الثقافة وهناك كلمة خالدة للخليفة الراشد علي بن بيطالب رضي الله عنه يقول ربوا أبنائكم على غير ما ربيتم عليه فقد خلقوا لزمني غير زمانكم يجب أن تختلف تربية الابن تبحث مثلا وتسأل المستشاريين وأصحاب الخبرة والتربويين وتحضر كما ذكرت الدكتور علي الدورات والمحاضرات والأشياء التي تغذي هذا الجانب عندك جميل الحديث الذي تفضل فيه الدكتور هو تحديد النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رائيته أفهم منه وضع إطار إداري للبيت الأب الأم مدير تنفيذي والأب مشرف عام على هذا لأن الأب راع وهو مسؤول عن رائيته الرجل راعي في بيته ومسؤول عن رائيته والمرأة رائيته في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رائيته وبعض الأحدث تزيد إنما متما تقاسم هذا الدور لأنه ألحظ بعض الأمهات كأن ترى نفسه لمجرد الصيانة أو الأمور الخدمية غسيل كوي تابعة الشغال إلى آخر الطلبات كتبته الطلبات لكن الأبناء كأنه ليس لها أي دور في هذا الموضوع بينما بعض الأمهات نتيجة لذلك كل مشكلة تحته صغيرة أو كبيرة ترفعها للأب لكن عندما تكون الأم لا في دائرة من المسؤوليات والتعامل مع الأبناء تقوم به هي ثم هناك أيضا وهذا يذكرني بعض الأمهات تخطئ خطأ يعني مثلا لا قدر الله يوم من الأيام اكتشفت أن ولدها يدخن بعض الأمهات رأفة بالولد تتستر على وضع الولد عن الأب حتى يمضي الولد وربما اعتاد هذا السلوك وقتها ترى أن الولد لن يستطيع التخلص فربما أخبرت الأب أو ربما أن الأب نفسه هو اكتشف هذا الموضوع أعتقد أن هذا غلط فلو كان كل واحد قام بالدور يعني حصل لا عن التفاهم الأمر الثاني اللي يتفضل فيه الأستاذ عبد الرحمن فيما يتصل ماذا نستفيد من غيرنا يعني أنا لي زملاء وكان رباني والداي عشت في أسرة مثلا أنا بعض الأحيان بعض الآباء لا يقرأ كتاب ولا كذا لكن يجرب تجري يجرب الحلاق يعني يجرب مع الولد الأول والله ما قصرنا سوينا قلنا طيب على أي أساس تشتغل يعني هل أنت استشرت أحد عاقل هل أخذت كتب جيدة ألف هؤناس مختصون هل سمعت على الأقل أشرطة جيدة لكن قضيتني والله أجتهد أنا والعمر سيمضي والعمر سيمضي لا وصفحة الولد ستتشوه هذا الخطير ولا أعجب من هذا أنه يريد ولد صالح أيضا يريد ولد صالح وبعدين أحيانا مثلا أنا تربيت في بيئة قد تكون فيها الصلاح فيها خير لكن مثل ما ألمح لست عبد الرحمن أن تغير الزمن في بعض المستجدات لا بد أن يقراعيها في بعض الجوانب أنا أحذر يعني أن أسأل زميل في سني أنا أعجبني أحد الزملاء يقول أنه بعض الشباب عندي في المدرسة يقولون يفترض ويجب عن التربية قلت لهم يا أصبر الواحد منكم حتى يصير ولده في أولى ثانوي حتى نشوف يعني لأنه هؤلاء أولادهم صغار وأدنى نظره أدنى كلمة تخليه يمشي بطريقة معي يسهل إدارةهم صلى الله نعم إذن كأننا في هذه المقدمة نلمح إلى أهمية أن يبني الإنسان ثقافة والدية يستطيع من خلال هذه الثقافة أن يتعامل مع كثير من الإشكالات وقبل التعامل مع كثير من الإشكالات هو بناء هذه الأسرة هو بناء الجوانب الإيجابية الجميلة الرائعة عند الأبناء أنا أذكر مرة يعني في في إحدى اللقاءات كان هناك حديث عن البناء العقدي للإبن وهو الجانب الإيماني من الجوانب الرئيسة التي اعتنت بها الشريعة كتابا وسنة وتطبيقات السلف أيضا لهذا الأمر الآن هل لدينا نحن كآبا خبرة تؤهلنا لبناء الجوانب العقدية في هذا الإبن مراعاة لمراحل العمرية يعني أحيانا قد تعطي الإبن اسم من أسماء الله الحسنة لا يوافق المرحلة العمرية التي هو فيها لأن المرحلة العمرية تستدعي أن يتعلم الأسماء الحسنة التي فيها نعم الإحساس يحسها نعم لكن أشياء معنوية لا يرعها هو غيبية لا يطلع عليها قد لا يستبعبها وقد تلفت نظره إلى أسئلة تبقى حائرة في ذهنه وتشوش عليه فنحن عندما نقرأ ونطلع وننبه الناس على هذا ليس معنى هذا أن الإنسان بحاجة إلى نجيل السنين عدد ليقرأ أحيانا توفر كتابين ثلاثة كتب في البيت تعتبر كمرجعية المستشار ليس لك دائما أصدقائك الذين تريد أن تسألهم ليسوا معك جوالاتهم مغلقة مسافرين لكن هذا الكتاب بين يديك تستطيع أن تفتح هذا الكتاب ترى الجوانب العقدية الجوانب الإيمانية الجوانب التربوية السلوكية وغيرها وتحل لديك إشكالات كثيرة مناسبة للأمور العقدية يعني أنا أعجبتني كلمة لأحد القضاة المسلمين سابقا من السلف رحمهم الله يقول الصلاح من الله والهداية الهداية من الله والأدب من الآبا الهداية من الله والأدب من الآبا بمعنى أنه بعض الناس نلمح أنه يقول يا رجال الهادي ربك صح لكن الله سبحانه وتعالى في الآية القرآن الكريمة يا أيها الذين أمنقوا أنفسكم وأهليكم نارا يعني أمرتك وجعلت عليك مسؤوليا تقوم بأعمال وإذلك فسرها الصحابهم بعدهم أدبوهم وعلموهم مروهم فليتقوا الله يعني أمور كثيرة فنحن محتاجون إلى الأمرين كليهما أولا أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى نسألوا أن يهدينا ويهدي أولادنا ويصلحنا ويصلح أولادنا ونجتهد في ذلك ولا نتكل على أنفسنا طرفة عين والأمر الآخر أن نستخدم من الوسائل التربوية ما يعيننا في هذا الصحاب صحيح وتذكرون في الأسبوع الماضي لما تحدثنا عن قضية الصلاة الآن من منا فعلا له لقاء على الأقل يعلم أولاده كيف يصلون كيف يتوضؤون هذا جزء من واجب الشرعي نحن أحيانا نكتفي بأن نضع ولدنا في مدرسة أهلية متميزة وندفع عليه مبلغ أو مدرسة حكومية أو غيرها أو نبحث له أن حلقة جيدة في مسجد المساجد ونقول خلاص نحن أدينا هذا الواجب والحمد لله وضعناه في حلقة جيدة ومدرسة جيدة وفي البيت محكوم ما يخرج إلى الشارع ونظن أن هذه هي التربية التربية تواصل التربية حب التربية حوار التربية كلمة يسمعها هذا الابن ترفع عنه كثير من إشكالات التي تمر به في حياته هو في الجانب العبادي لما ننظر إلى الجانب العبادي والعلاقة مع الأبناء والبنات يعني الله عز وجل يقول معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون يعني بعض الآباء والأمهات كانوا ينفذ معذرة إلى ربكم يعني فيستخدم أي أسلوب يعني لا يبحث عن الأسليب المناسبة الأسليب اللينة والرفق ما كان في شيء إلا زانة وكما يقال يعني بالرفق تجر الفيلة بشعرة فينبغي أن يكون هناك رفق لأنه معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون أن تريد أن تؤذر الله عز وجل وتريد اللهم الهداية والصلاح وإذا كان البيت فيه هداية والصلاح فإن كثير من المشكلات ستزول بإذن الله تعالى لكن اللي أشار له الدكتور يعني قضية أنه بعض الناس قد يختار ينتقي مثلا حلقة قرآنية قد ينتقي مدرسة أهلي إلى آخره أنا أفاجأ في بعض الأحيان نوع من القلق يتصل علي أب مشفق ضائق الصدر والله ما قصرت وكأنه يرى مثل ما تفضل الدكتور أنه مجرد يداع حلقة أنا كنت أعترض على بعض الأهل أقول له أنه أحيانا يكون مدرس الحلقة شاب صغير هو بيحتاج حاجة لرعاية ممتاز أن تدخل ابنك ممتاز أن يحفظ ابنك القرآن لكن أن يكون كل تعويلك في الجانب التربوي على هذا المدرس الحلقة ومدرس المدرسة جزاهم الله خير قد يساعدون قد يعمدون لكن أيضا التعويل عليهم بشكل مطلق أنا أعتقد أنه خلل كبير جدا ثم فصل دراسي في 45 طالب ويلقى عليهم هذا الأستاذ ولديه متابعة هذا وهذا نائم وهذا يأكل علك وهذا كذا ماذا سيؤدي هذه المادة ولديه منهج طويل لابد أن ينتهي منه في فترة زمنية معينة وتريده يربي هذا منطق غير صحية نحن يبقى السؤال المهم هو من الذي ينبغي أن يبدأ حقيقة بالتربية نحن نتكلم على مرحلة عمرية لم يدخل فيها الطفل المدرسة مطلقا وهي سني ذهبية بالنسبة لي بناء كثير من السلوكيات والقيم الآن الابن منذ ولادته إلى ست سنوات أين والده عن أين والدته عن ماذا قدمنا له والدراسات وأنتم يعني تذهبون لمعارض كتب محلية ودولية تلاحظون كم هي الدور التي تعتني ببناء مثل هذه الأشياء يعني لقيت مرة حقيقة أحد الدور اللبنانية المتميزة في المرحلة العمرية ثلاث سنوات إلى ست سنوات أنت تريد أن تعلم ولدك أحيانا مجموعة من القضايا التربوية والأخلاقية وتعطيه بعض العبارة الجيدة خاصة أن سن ثلاث سنوات لديه قابلية للحفظ والفهم ودلي على هذا انظر لكثير من الأبنائنا اجلسون أمام التلفاز عمره أربع وخمس سنوات يحفظ قصية انشودة كاملة هذا لو استفيد منه ووضع فيه حلقة قرآنية وربيه أيضا على معاني جميلة في البيت كيف سيكون هذا الابن وكيف سيسقل خذ مثلا كتاب منهاج الطفل المسلم لأحمد سليمان اللي فيه 18 دورة لأطفال الصغار آية قرآنية حديث مختصر ثم بعد ذلك معلومة في السيرة النبوية من سن كذا إلى سن كذا كثير من الأب يقول ماذا أفعل ماذا أقدم الموجود في السوق كثير لكن أنت اطلع عليه اجعله جزء من همك اليومي مثل أنك تفكر في قضية غداءك وعشاءك وسفرك وعملك أيضا فكر شيء أساسي ماذا سأقدم لأولادي في هذا اليوم ماذا سأقدم لهم في هذا الشهر ماذا سأقدم لهم في هذه السنة ولهذا يسمحوا لي أنا عندي دائما نصيحة أقدمها العابة أقول كن فوائديا لا تدخل بيتك إلا بفائدة تريد أن تعطيها لأبنائك قصة بيت شعر حدث مرة أمامك عند الإشارة أو في عملك تحتاج إلى تعليق أنت الآن تصوغ هذه التحفة الفنية تربيها لكي تخرج بعد ذلك يعني شاب متميز ورائع أو طفل كذلك أيضا متميز أنا أعتقد يا دكتور أنه منشأ المشكلة أحيانا هو عدم تفاهم الاحتياجات يعني الآباء والأمهات فيهم حرص وحريصون على التربية لكن نفس المعاملة مع الطفل الثلاث سنوات هي المعاملة مع شاب أو شابة العشرين سنة فالتفاهم الاحتياجات الآن صائد السمك لنستفيد منه يعني ماذا يضع حينما يريد يضع سنارتها ماذا يضع فيها ديدان لهم يضع ديدان هو وضع ما تحتاجه السمكة حتى يصيدها فمشكلة بعض الآباء والأمهات أنه يعني يوجه الإبن لا على ما يحتاج على ما يعتقد هو أنه يحتاج وهذه إشكالية أخرى تعيدنا مرة أخرى إلى الاستفادة من المربين والموجهين في مثل هذا المجال بالفعل يعني هذا خطأ كبير يعني أكثر الآباء عندما يحدثك كان يريد ابنه أنه يخرج مهندس أو يخرج طيار أو طبيب ويحاول يحفزه حتى بعض مرة يتعب الولد يعني بعض الأبناء اللي ادخلوا الثانوية مثلا بالقوة ومشو لأنه ما خلق لهذا الأمر قد يكون بالعكسل وتوجه آخر غير الموضوع هذا لكن أنا أيضا تعقيب على كلام الدكتور يعني بعض الناس أيضا ليست المسألة مجرد والفوائد ممتازة جدا ورائعة وكوني يعني أستثمر المرحلة الطفولة لأنه أيضا مرحلة حفظ بالنسبة للطفل وبعض الأطفال ما شاء الله أنا كنت قبل أيام أنظر إلى برنامج أطفال في طاجكستان أعمارهم سبع سنوات وخمس سنوات حفظين القرآن يتلوها حتى واحد منهم لفت نظري في الصفحة يقرأ صفحة 140 فيقرأها فأنا أقول ليس مجرد فقط أنا اللي أتمنونه يعي الأب إنه وجود ابني معي أنا في السيارة قد أساهم في تربيته تربيته من نوعه النوع الأول وهو مهم جدا في ظني أنا وأساس من أسا التربية اللي هو القدوة الآن ألاحظ أنه الطفل من صغره يقتدي بوالده مثل ما يقول واحد يقول الشيء شفت لي أب في عرجه لفت نظري إنه الولد يعرج ما كانه يعرج يعني كانه يحب أن يكون في صورة والده في الأب فما بالكم إذا كان أب يعيش عصبية وانفعال وراكب في السيارة انطفأت الإشارة قام يشتم الإشارة واللي صنعها واحد مر من عنده راح يشتمه التفت من هنا تأفف من الحر يعني هذا النفسية التعبانة تنتقل للإبن تنتقل للإبن بحيث لا يحسب الأب والعكس صحيح والأمر الآخر إنه والله أنا و أنا ماشي الآن ولدي معي ممكن أسأله حتى عن عد الأشيار هذه السيارات شو الفرق بين السيارة ذي والسيارة ذي أنا نمي عقليته هذه ماذا تذكرك فيه الرجل هذا طويل هذا قصير مثلا أو هذه البنائة طويلة أو هذه البنائة قصيرة هذه لونها كذا هذه لونها كذا أنا استثمرت حتى وجود في سيارة يعني بمعنى آخر بعضنا مثل ما تفضل يظن أن التربية مجهود أنه أجل الساعات و أقرى مجموعة من الكتب و ألقن بناء أي أشياء قد تأخذ علي لا أنا أقول حتى بعض الاستثمار هذا جسور تواصل ولهذا عجبتني فائدة نفسية جميلة قرأتها مرة في أحد الكتب فعلا لو استثمرناها كآبا و كمربين في بيوتنا ستكون لها فائدة كبيرة هل تريدون أن تسمعوا هذه الفائدة تسمعوها إن شاء الله ولكن بعد الفاصل فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله فابقوا معنا هذه دردشة أسرية هذه دردشة أسرية مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى في حلقتنا هذه الليلة ماذا نريد من الوالدين كنا توقفنا عند معلومة مهمة و هي تقول أن الأبناء بحاجة إلى عشرين دقيقة يوميا لكن مدروسة بشكل جيد لهذا نحن دعنا حتى من يعني لعشرين دقيقة اليومية دعنا نتنازل و نقول يا أيها الآباء لكي تحرقوا كثيرا من السدود بينكم و بين أبنائكم و تبنوا جسورا جديدة متميزة احرصوا على لقاء أسبوعي على الأقل لقاء أسبوعي ليس لقاء مدرسة إنما هو لقاء محبة مودة تواصل أعطى بعض القضايا المهمة التي ترى أنه ينبغي أن تنتقل لأولادك ألسنا بحاجة أن نعلمهم كيف يعبدون الله ألسنا بحاجة أن نعلمهم كيف يتعامل بعضهم مع بعض أن يديروا مصروفاتهم بعض السلوكيات في الآكل و الشرب و غيرها هذه الأشياء لن تأتي هكذا عرضا عندما تأتي من خلال اللقاء مليء بالمودة و المحبة بين الأب و الأم و بقية الأبناء و كثير من الأسر الحقيقة لدي أوراق لهم كنت قد طرحت لقاء محاضرة بأنوان لقاء العائلي فقلت لهم كل واحد أكتب تجربته المميزة في لقاء العائلي وجدت حقيقة نقلة نوعية في حياتهم حتى كثير من القضايا التي كانوا يتمنون أن يوصلوها لأبنائهم وصلت بطريقة سليسة من خلال لقاء تربوي معتنى به أطيتهم سلسلة الرشاد و سلسلة الرائد من أصدار دار الكريمة فأصبحوا يسيرون بخطة واضحة و ثابتة هو الإشكال أن بعض الجلسات تكون محاكمة يا دكتور علي يعني أكثر الجلسات جلسات محاكمة و ليست جلسات وداد و ولهذا أنا قلت لهم أنه لا تعاقب لا تتكلم بأي شيء حتى لو فيه عقاب لواحد من الأبناء فرط في الصلاة يجعله خارج اللقاء العائلي لكن غير يعني هي ليست المسألة عقاب يعني أنا فكري بو زيادة ببعض ما يأتي من مشكلات يعني أنت عدل جلسك أنت ليش واقف اجلس يعني التعامل بهذا الأسلوب غير جيد طلاقا أصلا ما يهيئ النفس يعني على ما يقول بعض الأولاد يقول إن سدت نفسي خلاص ما عدت يعني وإذا كنا نحن نقول الأبناء سابقا قلنا لهم في البرنامج في حلقة سابقة يعني حاولوا تعطون آبائكم وأبناء وأمهاتكم كلمات طيبة تعاملوا معهم بمعجم لفظي جميل نحن نقول الآباء يعني الواجب عليهم أكبر أنا بقدر يعني الأبناء أعتبرهم صدى أنا بقدر ما أصيح في هذا الصدى سيرجع لي إذا أنا تكلمت مع أولادي بكلمات طيبة حتى لو تكلموا يوم من الأيام بكلمات غير جيدة لن تبقى ستموت لكن إذا غذيتنا هذه الكلمات السيئة برد عليها فأنا أبعث فيها الحياة أنا جرمت من تجارب كثيرة أنه الأبناء يلومون أنفسهم إذا أن الأب والأم أحرجوهم ضبطوا إيقاعهم تكلموا بكلمات طيبة قد تأتي البنت من فعله لكن الأم تكون حاقلة متزنة تتكلم بكلمات طيبة البنت من فعله الأم تبتسم خلاص ما وقتها الانفعال يذهب يزول يبني يمتص لكن الإشكالية إذا أنه أصبح عندنا في البيت مراهقان أو مراهقتان على ما يقول العمويين في رأسه أحب ما طحن أبا طحنه يعني كأن الأب يرى أنه انتصاره على ولده يمثل انتصاره هذا غلط شديد عصار لهذا وكلامك على متمه ونحن في الدردة شهد يعني أحد الإخوة مرة كان متجه للمطار وصل للمطار وبقي على الطيارة ساعة ساعة وتفاجأ من نزوله من السيارة أن الشنطة غير موجودة معهم ما الذي تولى إيصال حقائب هو الإبن طبعا مصيبة اتصل على ولده وأنبه وتكلم عليه بكلام قاسي جدا طبيعي يعني الحقيقة خاصة أنه مسافر لسفرة خارج البلاد الحاصل وهو واقف عند الجوازات اتصل بالولد وقال أنا حقيقة أسأت إليك وأنا أعتذر لكن بسبب غضبي وعصبيتي تلفظت عليك بتلك العبارات وما كان ينبغي أن أفعلها أبدا وأنا أعتذر وبدأ الولد بعد ذلك بالبكاء وقال أنا اللي آسف وأنا اللي أخطأت في حقك واعدك إن شاء الله ما يتكرر هذا الخطأ هذا فقط احتاج منه إلى ماذا إلى شجاعة قلب النتيجة نعم أنا نرفع هذه السماعة لكن لو بقيها ستتكرر قد تتكرر هذه الحادثة وستبقى نفسية هذا الإبن محطمة بتلك العبارات التي خرجت منه والأب أيضا وهذا يجعل يعني أنا أذكر نكتة يمكن أن أمرتها عليكم اللي الأب يريد يشجع ابنه يعني كان يلوم وليش أنت متدني في مسائل الرياضيات قال ابنك قال نابليون لما كان في سنك كان يحل كل مسائل الرياضيات قال والله نابليون لما كان في سنك يا والدي كان امبراطور يعني فالضحك على النفس بعض الأحيان أنه أنا أظهر نفسي بشيء غير جيد لك عندما يكون يملك مثل ما ذكرت شجاعة يعني يعتذر أعتبر شجاعة كبيرا صحيح لو مثل هذه المواقف تشعر الإبنة والبنت بأنه ما في تقدير أصلا وإذا فقد التقدير هنا يبحث هذا الشاب أو هذه الفتاة عن مكان آخر لأنه أغلى حاجة عند الشخص الحاجة للتقدير إذا ما قدر سيبحث عن أصدقاء مهما كانوا هؤلاء الأصدقاء يجد عندهم التقدير بأي طريقة إذا فقد التقدير عند الوالدين فقد كل شيء يعتبر أنا تعجبني فائدة دائما نذكرها وحقيقة شخص فيها في المحاضرات والهقاءات ومنها مسألة مهمة جدا ما تفضل بها الشيخ عبد الرحمن أنا أقول للإخوة أنه في خمس قضايا تربوية رئيسة في البيت ينبغي أن نعتني بها وهي من أنا أشبه من أنا من أتبع ماذا أفعل ما قيمة ما أفعله من أنا تحديد الهوية وشبه من أنا تحديد الانتماء من أتبع تحديد المرجعية ماذا أفعل تحديد الهدف المرحلي ما قيمة ما أفعله تحديد الهدف الاستراتيجي لكن كنت أركز على قضية الانتماء تحديد الانتماء لماذا أولادنا يبحثون عن السرور والسعادة في الخارج لأنهم لم يجدوا بيوتهم جنة هذا الواقع يجدوا نوع من التأنيب الكلام عليهم حيانا احتقارهم الزن على رأسهم في كثير من الأحيان نحتاج أننا فعلا نبحث عن الأسلوب المناسب لكل مرحلة عمرية وهذه لا يمكن الإنسان في يوم وليلة أن يعرفها ما لم يحرص هو يا أخي نحن أغلب المدن التي نسير فيها مدن مزدحمة يعني أنت لكي تشتري غرض تحتاج إلى ساعة لشراء هذا الغرض ضع يا أخي شريط خذ معك مجموعة من السيديات التربوية استمع إليها واستمع إليها ليس مرة استمع المرة الأولى مرة استمع مسح لهذه المعلومات ثم بعد ذلك استمع وركز على قضية معينة ثم بدأ بتطبيقها مع ولدك المراهقة وولدك الطفل هذه القضية قضية مصيرية أنا ألحظ بشكل عام لدى الأولاد ولدى البنات ومن خلال أسئلتهم ومشكلاتهم ومن خلال عرض الأهل للمشكلات مع الأبناء أن هناك مساحة كبيرة لدى الأبناء من ضعف الثقة بالنفس على مستوى البنات ومستوى الأبناء حتى وجدت من ضمن الأسباب الرئيسة لوقوع البنات في المعاكسات هو تدني الشعور بالذات ضعف الثقة بالنفس ومثل ما تفضلت إذا كانت الأم أحيانا إما سلبية تتكلم على بنتها بكلمات سلبية وكلمات حادة وعنيفة ولو كان القصد الأصلي منها يعني تصيح وضع أو نية طيبة أو كانت الأم أقل تقدير ليست إيجابية يعني بمعنى آخر أنها لم تمدح بنتها لم تتعامل معها بشكل جيد لم توصف بعض مكاناتها إلى آخره فهذا يؤدي في النهاية إلى عدم شعور البنت بقيمتها في البيت مثل ما تفضل للسيد عبد الرحمن يعني الثقة فعلا مسألة مهمة جدا جدا لهذا أبناؤنا ضعاف انظر لهم في المدارس من عنده سؤال يا طلاب ولا أحد يرفع يديه من عنده مشكلة يريد أن يطرحها لا أحد يرفع يديه أبدا معناه أنه في الداخل هو مهزوز لم يسمع كلمات تشجيع لم يسمع ثناء لم يتحمل مسؤولية في داخل البيت بل قالوها صريحة أنا كنت قبل أسبوعي أقول للطلاب في الجامعة قلت له أسألكم أنا أطرع عليكم هل عندكم سؤال ولا أحد يجاو أسألكم أنا أشك شك عظيم منكم ما تعرفون يعني أنا متأكد أنكم أذكية أعطوني إياها صريحة بعضهم قالوا والله أنا أعرف الجواب لكني متردد الثاني قالوا والله أنا أخجل طبعا التردد والخجل سمتان بارزتان من ضعف الثقة بالخص وهذه زرعها الأهل من حيث يدرون أو لا يدرون أيضا يعني لما يقول لك أنا أستحي أو متردد لأنه تعود في البيت أنه إذا أجاب إيجابة خاطئة أو قام بواجبهم بطريقة خاطئة وجها بالاحتقار والعتاب واللوم وإحنا متوقعين أصلا أنك ما تجاوب صح أو ما تنفذ هذه المهمة بطريقة صحيحة لو نفذها فلان أو ابن فلان لكان أفضل منك فهو أصلا يحجم عن هذا الإيجابة يعني الآن بعض الأهل يقول وتقول للأم بنتي تهرب من المسؤولية بنتي ما فيها خير بنتي ما تتعاوم معي تشوفني أتعب أو الأب نفس الشيء لو فتشنا بعض الشيء صحيح قد يكون الأبن كسولة أو البنت كسولة لكن غالبا أنه يكون أصلا إما أن يكون عمل عمل ولم يتلقى عليه أي شكر إما أن يكون عمل عمل ولما وقع فيه خطأ أصبح كأنه معمل وإما أن يكون عمل مجموعة من الأعمال ولما أراد أن يعتذر عن عمل من الأعمال واجهه الأهل وكأنه لم يعمل معهم خيرا قط صحيح فتنبه الأهل لهذه المسألة قد يسئف بشكل كبير نذكر أحد الأخوة في مسجد المساجد كان ولد يحريص على الصلاة فيهم من الأيام قابلوا أحد الجيران فقلوا ما شاء الله ولدك حريص على الصلاة فقال أي والله ولدي ما شاء الله مهتم بالصلاة لكن يا أخي شيطان في البيت يعني لذة المدح والثناء دمر بهذه الله لهذا نقول لأخوة لا تستثنوا في ثنائكم لا تستثنوا أنت أثنيت عليه دعوه يستمتع بها يشعر بلذة بحلاوة ثم إذا عندك شيء أعطيه في السيارة أحد للأخوة مرة جاءني فقال أنا عندي إشكال فعلا مع ولدي قلت يا أخي عزموا على العشاء اذهب أنت وإياه خرجوا من أسوار المنزل دائما أحد أسباب حلول المشكلة هو الخروج من جو المشكلة أخرجه والله عزمت على صحن معصوب بخمسة ليار وثم بدأنا بالكلام فيما بينه وقلت له تكلم أنت وإياه في البداية بعيدا عن جو المشكلة أصلا ثم حاول أن تعطيه شيئا من أسرارك من أسرار بيتك استشره قدره اعطيه شيء يشعر بأنه إنسان له دوره وأثره في هذا المنزل وليس رجلا مهمشا يقول فعلا تحسن أولدي بشكل غير طبيعي وأصبحت أنا مصدر ثقته في مجرد حصول أي مشكلة له الأب هو الأول هذه الرسالة تأتيني أنا حصلت لي مشكلة أتمنى أني أخذ من وقتك عزر دقائق في الوقت الذي تسمح به والله قمة النجاح هذا بعض الآباء بعض الأمهات يشتكي أنه ترى ابني أو بنتي لا يستشيرني لا يسألني لا يأخذ رأييي وأنت أيضا لم تأخذ رأيهيني حتى في أبسط الأمور حتى في أشيائها الخاصة أدوات المدرسية الملابس ربما يصادر رأيي صاحب الحاجة في هذا وإن لم يصادر يعني ترك له أو كان صاحب شخصية قوية وأخذ ما يحتاج بدأت السخرية بذوقه وباختياره حتى طريقة التقويم أنا واحد يكلمني من الأخوة يقول أنه أب من الآباء قام برحلة سياحية وحده المدن فأعطوا لدوه فلوس يبقى يشتري طماطم هو كان يقصد يعني حبتين ثلاثة على سنة الغداء في الولد جزاء الله خير كريم راح وشراله كل وين بثمان ريالات رجح يشي ثمان ريالات العب زعل زعل شديد وقال له يعني تما تفهم الصندوق كله بسبع ريالات كيف أنت شري كل وين طيب العرب تقول ما وعظك ما ضاع من مالك ما وعظك يعني أنا إذا استفدت خبرة وطبيعي جدا يعني أنه الولد صغير يكون خبرات ومن الطبيعي جدا ما لم يعني اليوم انصح التعبير يلعب عليها وتفوت عليها مصلحة أو شي هو ليس ينتبه فأنا إذا قدمت تقويم الولدي كثر خيرك الله يعطيك العافية ما قصرت لكن يا ليه تكتنتبه يوم أردت أنك تشتري كذا سألت صندوق بكم أنا أعطي الآن تقنية هالشرا والبيع والمماكسة لكنني أصادره المستقبل لن يجرى على هذا هو لن يكون التقويم يعني موجودا مدامة الثقة غير موجودة يعني ويذكر عن أم عاوية بنت عتبة قالوا لها لما كان رضيعا إن عاش ساد قومه قالت ويل الله إلا ميسود إلا قومه يعني فما في ثقة أصلا في كيف يكون تقويم يعني هو جاهز للهجوم جاهز لل لا شك لكن بالمناسبة هذه أنا في ظني أنه الأهل يشكون كثير من أولادهم ولدي ما يصلي ولدي ضعف في الصلاة ولدي تأخر عن البيت أصدقاء سيين متأخر في دراسته هل يعني الأهل التفتوا إلى نقطة في ظني مهمة جدا بحثوا عن الدافع كل سلوك جذور المشكلة كل سلوك له دافع ومثل ما نقول الآن مثلا في كون والدي يستأخر عن القيام بأعمالي قد أكون أنا حطمته في البداية هل أحاول من جديد أنشي عنده أرضية ثقة هل أحاول أعلي جدار الثقة في نفسه حتى ينطلق ويبدأ حياته من جديد تنجي حياته مستقبلية في دراسته هل أنا سألته جلس مع جلسه دون منفعال أو كلام عنيف أو كذا ما الأسباب تبصت معه أعطيته فرص ليتكلم ويأيضا دكتور يعني ينبغي أن لا نشعر بأن القطار قد فاتنا يعني بعض الأخوة لما يسمعون مثل هذه الحلقات يستمعون لأشريطة وغيرها ويرى أن بعض الأبناء قد تخلفت ربوية ونحو ذلك أنه لا يمكن إصلاحه هذا الأمر غير صحيح الله عز وجل ذكر وصية يعقوب إبراهيم لأولادهم وهم كبار إن كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنه ما تعبدون من بعد وهو في لحظات يعني وفاته ومع ذلك لا يزال يقدم التربية هذا لقمان وهو ينبه ولده أيضا على قضايا كبرى في علاقته مع الله علاقته مع الناس إلى غير ذلك يعني ينبغي أن لا نشعر باليأس في داخلنا وأنه يمكن أن نبدأ والبداية الحقيقية هو أن نتغير نحن فبقدر تغير الوالد والوالدة في طريقة تعاملهم في بنائهم التربوي في الاهتمام بأنفسهم في أثناء الحديث والعلاقة مع الطرف الآخر أن تكون الأسرة تشكل أولوية في حياتي لا الاستراحة ولا العمل ولا الأصدقاء ولا السفر ولا غيرها رقم واحد في حياتي هي أسرتي لأن هي التي سأسأل عنها بإذن الله تعالى بس أسأل عنها يوم القيامة بلا شيء كده معا والتنبيه على هذا الجانب مهم يا شيخ أيضا هو من الإشكالات أحيانا بعض الآباء والأمهات يقول أنا معكم على طول الخط وأنا حريص سأربي وسأفعل لكن الطرف الآخر زوجتي أو هي تقول زوجي لن يعني يساعدني على هذا الشيء أو ربما يهدم هذا الجانب نحن نقول ما الذي ستخسر إذا يعني اعتبري نفسك أو اعتبر نفسك أنك الوحيد في هذا المضمر وأعمال لتخفف الخسائر يعني صحيح خسائر التربوي في هذا الجانب هناك نقطتان مهمتان في ظني النقطة الأولى أعتبرها أنا مبدأ مبادئ التربية يتمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه اللهم صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأهل بيت خيرا رزقهم أدخل عليهم ولمفهوم الحديث أنه إذا أراد بهم شرا أدخل عليهم العنف والحديث الثاني اللي كثير ما أمل من تكراره قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البياني لسحرة في اللغة سبحان الله تصنع يعني أنا لو يلقاني شخص في الطريق ويبتسم في وجهي وكنت لا أعرف أطلاقه وأتكلم بكلمات لطيفة تجدني أنساق إليه فكيف إذا سادت اللغة الإيجابية اللغة الجميلة بين أفراد الأسرة يعني من الطبيعي جدا أنا أظن أنه المراهق بحكم التغيرات وهذا نقطة مهمة جدا يعني المراهقة والمراهقة يمر فترة ولادة جديدة تغيرات ضخمة جدا من الداخل ولذلك أحيانا يكون نوم ثقيل أحيانا يكون مرة يضحك ومرة منطوي وحزين أحيانا حدي يعصب إلى آخره نحن راعي يعني أنا لو كنت قرأت مثلا ثم ظهرت بعض هذه المعالم على ولدي أدركت أنه طبيعية لكني في الوقت نفسه أخطي إذا أني أريد أن أتعامل معه مثل ما كنت أتعامل معه أو مع أخيه اللي عمره سبع سنوات أو ثمان سنوات لا الآن مختلفا مختلفا هل تذكر كتابي دكتور عفون مدومنا نحن في آخر الحلقة الآن هل تذكر كتابي أيضا الشيخ عبد الرحمن تذكر أي كتب يعني يمكن أن يستعين بها الوالدان في تربيتهم لأولادهم والله فيه كتاب جمعت فيه مؤلفته هو أشياء جميلة جدا اسمه الموسوعة العلمية لتربية الطفل الهداية أحمد الشاش هذه مطبوع مطبوع طبعة دار السلام جميل وفيه كتاب آخر أيضا حتى يبقى الحب للدكتور محمد محمد بدري أيضا جمع فيه أشياء يمكن هذا كان ذكرنا نحن المرة الماضية للزوجين ولا فيه لمسات إنسانية فيه اللمسة الإنسانية اللمسة الإنسانية نعم هو ألف كتابين كتاب للحياة الزوجية حتى يبقى الحب وكتاب اللمسة الإنسانية الكتب طبعا كثيرة جدا والحقيقة فيه كتب رائعة وأعتقد أنه لو الواحد كلف نفسه ويزور أحد المكتبات فيه جناح الأطفال سيجد يعني مثلا بعض الناس يرغب السماء ولا يرغب صحيح القراءة فيه البوم أن شريطان من شريطان وعبارة عن دوره وقيمة في مركز بن باز رحمه الله اسمه استراتيجية التعامل مع المراهقين استاذ صالح الدقلة وفيه أيضا البوم لدكتور محمد الثويني يبه يمه يفهموني فنون التربية الإيجابية فيه فنون التربية الإيجابية للدكتور مصطفى أبو سعد فيه أيضا الدكتور ياسر نصر التعامل مع المراهقين صحيح ففيه أشياء كثيرة وجميلة يمكن يستفيد منها تذكر شيء يا شهد رحمان لا أنا أسمح ليستغل هذه الفرصة ووجه رسالة للوالدين يعني من الإشكالات التي تتقع والتي تهدم الجسور أن الأب دائما يؤكد على يجب أن تبرون بي أنا كأب يجب أن ترأي حقي والأم توجه ذلك أنا أوجه للأب أقول يعني لينصب حرصك في البر على أن توجه ابنك وبناتك لبر أمهم وأنت أيته الأم تقوم بتوجيه لإحترام والدهم وبره حتى لا يفهموا أن رسالة مباشرة للذات وللنفس أما أنا فإذا سمحتم لي أختم بهذا الكتاب الذي يصدر الآن بحمد الله تعالى الطبع الرابع منه وكيف تضع خطة ربوية لأولادك وما دون نحن نتحدث عن قضايا ربوية وغيرها فتصور هذا الكتاب أحد الأشياء التي تساعدنا بإذن الله تعالى على أن نقدم شيئا لأولادنا بإذن الله اسم الكتاب كيف تضع خطة ربوية لأولادك هذا الكتاب يصدر الآن في طبعته لعام 1431 ستجدون بإذن الله تعالى في الأسواق متوفرا في خطة متكاملة لأبنائكم وجدول متكامل أيضا لهذا الإبن في كل الجوانب السلوكية والتربوية التي تريد أن تعملها تريد مكتبة أسرية وفرنا لك مجموعة من الكتب المناسبة لك ولأولادك من الأشرطة والسيديات والكتب وغيرها تريد قصصا تقرأ على أولادك ذكرت فيه مجموعة كبيرة من القصص نبوية كشمائل ومعجزات مضمنة في داخل هذا الكتاب بالكامل للتعرف بحال النبي صلى الله عليه وسلم علاقتك مع زوجتك علاقة زوجتك معك أيضا موجودة في هذا الكتاب وقضايا كثيرة يتعلق بالأطفال والمراهقين وغيرها إذن هذا الكتاب أتمنى أن يكون ضمن مقتنياتكم خاصة أن هناك آلاف الأسر بحمد الله في عام 1430 عملت عليه خمس آلاف أسرة وجاءتني منهم اتصالات تبين الأثر الكبير على أنفسهم وعلى أولادهم أيضا بعد تطبيقه في داخل البيوت إذن هي دعوة لاقتناء هذا الكتاب لبدء إن شاء الله حياة تربوية عملية مع أبنائكم وستشعرون بعدها بأنوان أحد الكتب الذي أنصحكم أيضا باقتنائه وهي تربية الأولاد كيف نجعلها متعة لما سجن بن أمية قيل لهم ما أعظم ما فقدتموه في السجن قالوا تربيتنا لأبنائنا احرصوا عليهم حتى يخرجوا تحافا فنية يعني ترجون بها وجه الله سبحانه وتعالى وتنالون ما عنده بقي لدينا أيها الإخوة والأخوات أن نذكركم بموعد حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى ولكن ما هو عنوانها أما عنوانها فأدعه لوقته وستجدون بإذن الله تعالى عنوانا مميزا يتعلق بحياتكم اليومية في تعاملكم مع أولادكم وتعامل بعضكم مع بعض إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أعماق الروح تحيا أحرفها بالحب نديا نسجيها همسات ضياء لسارين أعز هدية آية ذكر رتناها ومضة مشكات نبوية حكمة رأي جلسة شورى في بوستان نصحبه يا سكان الدار هلوم هذه دردشة أسرية هذه دردشة أسرية